هي تعمل ايه علشان نرجع الحب والرحمة والود والسكن للبيت بص صح يا رضو انت بتقولي هي تعمل ايه برافو عليكي حلوة اوي لان هي هو كلمة وعاشرهن بالمعروف اللي هي في سورة في القرآن وعاشرهن بالمعروف فيه ناس كتير جدا بتفتكر ان انا اكفل قزة عنها اكفل قزة عنها بس هو المسلم يعني سلم الانسان من لسان ويادي المفروض لحنا من ازيش حد المفروض لحنا من ازيش حد ولكن وعاشرهن بالمعروف معناها اكفل يعني اتحمل القزة واصبر عليها يبقى انا باصبر على مراتي لما اشوفها اصبر اشوفها بترجعني في مواقف اصبر لما بتعالي صوتها علي سيدة عائشة في مواقف من المواقف صوتها علي على الرسول صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابو بكر يعني كان يعني دخل عليها وكان دخل عليها لولا الرسول صلى الله عليه وسلم حالة بينها وبينه ايوة ايوة حالة بينها وبينه وبعدين لما ميش سيدنا ابو بكر غطبان قال لها شفتي أنا حلت بانكو بين الرجل بمزحها الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيصابك وصيدة عائشة هزيب تلك وتلك هزيب تلك وتلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانت تبقى مريضة يعني أنا بس تديبت وجعني وهي مريضة كان لما تبقى بتشرب يشربها المية يقول لها أين ما كان فمك عشان أشرب منه الدعم النفسي يا مريضة الدعم النفسي كل ده احنا بنقوله الرسول صلى الله عليه وسلم بيعمله المفوض الزوجة ولا هنميسوا اللازي على هن بالمعروف الزوجة لازم تتعامل بالإحسان ولا تنسوا الفضلة بينكم والفضل الإحسان هل جزاءه الإحساني إلا الإحسان لازم تتعامل بالإحسان هتقوليلي يعني جوزي تعبني جوزي أنا تعبت منه بس لازم تصبري ما قدرش أقولك هدي البيت ما قدرش أقولك هدي البيت ما قدرش أقولك تعالي قوليلي أنت مثلا يعني ولين المثل الأعلى أنا دلوقتي ظروف المادية أنا عندي ظروف مادية وأنتي عارفة دلوقتي لحنا الحالة اللي احنا فيها بعد الكورونا فيه كتير جدا ناس مصانحهم اتقفلت وشركاتهم وناس تصراحت من الشغل مش كده الزوجة هل هتتخلى عن جزها؟ لا طبعا هي دي بقى الزوجة هتعمل إيها تقب جنب جزها رغم أن من حقوق الزوجة الإنفاق ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف صح؟ لازم بس هي هتعمل إيه؟ هتتحمل مع جزها هتتحمل مع جزها علشان هالجزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هتقابل هتلاقي ربنا يكرمها طول ما هي هتصبر فإنما يوفى الصابرون أجرون بغير حساب يعني هو كده في ربي فهمنا ويعلمنا ويرزقنا الإخلاص يعني يا ربي جعلنا من نكون أن احنا بنتعامل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم